طيب دلوقتي جات معاد فقرة تريند أونلاين وحيكون دفنا العزيز هو يعني واحد حينوارنا ويشرفنا جدا من المغرب وهو الأستاذ محمد الزايد ناقد الرياضي المغربي ورئيس تحرير موقع البطولة يا أستاذ محمد ونوارنا أهلا بك زميلي أمير وأهلا بكل المشاهدين قناة الأهلية الكرام يعني موعد مبارات الأهل والوداد وأيضا مبارات الزمالك والرجاء بيقترب مع الوقت مباراتين مهمين جدا تحديدا عايز أركز على مبارات الأهل والوداد وأكيد بنتابع زي ما الوداد بيتابع مبارات النادي الأهلي في بطولة الدوري مبارح الوداد لعب مباراة وفاز اتنين واحد لكن المنافسة على أشدها ما بين الوداد والرجاء عايز أعرف الأول تقييم الإعلام المغربي والصحافة المغربية والجمهور المغربي لأداء الوداد على مدار الثلاث مبارات اللي فاتوا تحديدا وكما يعلم الجميع صديقي أمير هو أن فريق الوداد يعني تعاقد مع مدرب جديد هذا المدرب الذي هو الأرزنطيني ميشيل غاموندي الذي يعد مدربا سابقا لفريق حسنية أكادير في الدور المغربي هناك قانون لا يسمح بأن يشرف مدرب ما على فريقين معا في نفس الموسم لذلك فمن يشرف على الفريق الآن هو مساعد المدرب من ذلك المدرب الآن تغير نسبيا في المبارات التي قادهما غاموندي تغير بعض الشيء صحيح هناك فوز على رجع غني من الساقق إلى القسم الثاني وفوز بشكل أنفسي على فريق مدرب الذي يلعب أول آخر بالتفادي النزول المستوى الصحيح تغير بعض الشيء هناك يعني بوادر على لتكوين فريق يعني تنافسي أقوى من منذ قبل أقوى من الفريق الذي تركه غريض لكن لا زال لحد الآن يعني الجماهر الودادية تسعى إلى أن يكون المستوى أفضل بكثير خاصة أنت تعلم أن يوم خميس مباراة الدير التي ستكون محاسمة في لقب هذا الموضوع طيب المنافسة قوية جدا فرق يعني ما بين الرجاء والوداد نقطة وحيدة قبل ست جولات من النهاية يعني الرجاء عنده 48 نقطة الوداد 47 عايز أسألك هل المنافسة القوية دي على البطولة الدوري المغربي ممكن تؤثر بشكل أو بآخر على جاهزية الفريتين لتحدي نصف النهاية؟ صحيح وكما تعلم أن مباراة الديربي وبعدها هناك ست مباريات متبقية المباريات المتبقية يعني ستكون حاسمة جدا مهما كانت نتيجة الديربي يعني فوز الودادة وفوز الرجاء لن يحسم بشكل قاطع عن الفريق المتوج لأن هناك فريق ثالث والآخر ينافس بقوة وفريق مهالة بركانون والآخر الذي مباراة نصف نهائي في كاسر كونفيدر الإفريقية هناك إشكل الغيابات خاصة الإصابات والإرهاق هذين المشكلين ممكن أن يؤثر في فريقي الرجاء والمداد قبل منزلات الأهل والزمال لذلك فالتركيز منصب ومنكب حاليا على مباريات الدوري المحلي وبعدها سيناقشون يعني مسألة الغيابات فيما يتعلق بالإرهاق وغالبا أن الدوري لن يحسم حتى الجولة الأخيرة بحكم تقارب النقاط لذلك فأن كل اللاعبين سيخوضون المباريات بدون استثناء وهذا قد كما قلنا يجر الفريقين معاً إلى مشاكل كما قلنا الإرهاق والتزايد أو الإصابات إذا قدر الله خاصة أن لاعبين مداد أكثر اللاعبين الذين غابوا بسبب الإصابات خصوصاً خضاً دفاعاً بالضبط طيب سؤالي الأخير لك وهو كيف يتابع الأعلام المغربي تحديداً فريق الوداد فوز النادي الأهلي وحسمه لبطولة الدوري وتقييمهم للنادي الأهلي على مدار المباراة السابقة وأكيد هم يدرسوا الأهلي عشان المباراة المجولة مع الوداد تقييم أي لكي أكون واضحاً فوز الفريق الأهلي المصري باللقب المحلي أصبح شيئاً مألوفاً بالمناسبة نبارك للإخوة في النادي الأهلي هذا اللقب الثاني والأربعين على المستوى البطولة المصرية هناك ربما مؤخذات حول المستوى دائماً نتوقع من الأهلي أن يكون فريقاً قوياً يكون فريقاً تنفسياً لكن ربما نقطة قوة قوة الأهلي حسب عن المتتبعين المغادرة أنه حتى في حالاته الغير مرضية عن مستوى الأداء يحقق نتأش طيباً ولم ينهزم إلا مرة واحدة خلال هذا الموسم صحيح هناك تدبدو على مستوى الأداء لكن يبقى فريق الأهلي فريقاً قوياً وفريقاً متمرساً جداً وفريق أسعى إلى أن يظهر بهذا اللقب الأفريقي الذي لم يحارفه الحظ في مناسبتين ماضيين لذلك سنقول أن المستوى الذي يقدمه الأهلي بشكل عام يعرف المتتبع المغربي أنه ليس مستوى الأهلي الحقيقي ويمنى النفس أن يكون التنافس طبيعة الحالي دائماً في إطار روحة الرياضة ويمنى النفس أن يكون التطوق المغربي بالتفاصيل الصغيرة وأنت تعلم لأن هناك تفاصيل زي الإعداد البدني والتوفيق والإعداد الدهني حاضرة في المباراة سواء الذهاب والإياب طيب في إجابة واحدة من طرفين مباراة نهائية في بطول الدولة الأبطال الأفريقية توقعاتك من وزاد نظري الوداد والرجاء سأكون يعني لا توقعك ربما تمنى الجواب ربما سيكون قد يحمل كثير من المشاكل لي لكن أتوقع الأهلي والرجاء الأهلي والرجاء إن شاء الله نتمنى إن شاء الله الأهلي يتأهل ويقابل يعني على مستوى المصر نتمنى أهلي وزمالك في مباراة نهائية لكن في كل أحوال بالنسبة لنا نتمنى الأهلي يوصل إلى مباراة نهائية ويفوز باللقب بإذن الله ونتمنى كل التوفيق للجميع يا أستاذ محمد زايد أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقض الرياضي الكبير والرئيس تحرير موقع البطولة المغربي كان معنا عبر سكايب وكلمنا معك بعض التفاصيل اللي بتتعلق بفريق الوداد المغربي قبل بعض الأسابيع القليلة اللي بتصبك مهورات الأهلي والوداد في دور نصف النهائيين